موسيقى مشاهدين السلام عليكم من مركز الاخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم اخبار العاشرة وفي ابرز عنوينها موسيقى السلطنة تعرب عن ترحيبها بنعقاد الاجتماع بين جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موسيقى الرئيسان الكوريان يؤكدان في بيان مشترك الالتزام بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية موسيقى ثلاثة شهداء وعشرات المصابين الفلسطينيين في الجمعة الخامسة من مسيرات العودة بقطاع بزة موسيقى ونتابع في اخبار الاقتصاد موسيقى نفط عمان يواصل ارتفاعه ليصل واحدا وسبعين دولارا وسبعة عشر سنة ليل برميل موسيقى ومن ابرز اخبارنا الرياضية موسيقى الجولة الثامنة عشر من دور عمان تل لكرة القدم تنطلق غدا بسبع مواجهات ابرزها مواجهة المتصدر السويق والنصر بطل كأس جلالة السلطان موسيقى موسيقى بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعا برقية تهنئة الى فخامة الرئيس ماريو عبدو بنتيز بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية البرغواي اعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص ثهانيه وصادق تمنياته له بالتوفيق في قيادة شعب البرغواي الصديق لمزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون بين البلدين بمزيد من التطور والنماء تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ابقاه الله برقية شكر جوابية من اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت ردا على برقية جلالته المعزية له في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح اعرب فيها سموه عن خالص شكره على ما عبر عنه جلالة السلطان المعظم من صادق التعازي والمواساة سائلنا المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان لا يري جلالته مكروها بعزيز تاريخ جديد يبدأ مع توقيع الزعيمات كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية على اعلان يتضمن الموافقة على العمل من اجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية في خطوة سوف تساهم في تعزيز الامن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم وشمل الاعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف الاعمال العدائية وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين الى منطقة سلام عربت السلطنة عن ترحيبها من عقاد الاجتماع بين جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان السلطنة تأمل ان يتمكن الجانبان من اتخاذ خطوات تساهم في تعزيز الامن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم هذا واشادت منظمة الامم المتحدة بالقمة التاريخية بين الكوريتين واشار الامين العام انطونيو جوتريتش الى اهمية اللقاء وما سينتج عنه من تعزيز للسلام في شبه الجزيرة الكورية وفي بيان مشترك بين الجانبين عقب المحادثات اعلن الرئيسان الكورية الجنوب مون جاي ان والكوري الشمالي كيم جونغ اون انهما سيعملان على التوصل الى اتفاق لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة تاريخ جديد يبدأ مع توقيع زعيمي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية على اعلان يتضمن الموافقة على العمل من اجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية في خطوة سوف تساهم في تعزيز الامن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم وشمل الاعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف الاعمال العدائية وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين الى منطقة سلام والسعي من اجل اجراء محادثات متعددة الاطراف مع دول اخرى وفي لفتة عفوية دعا كيم الرئيس الكوري الجنوبي لعبور خط ترسيم الحدود العسكرية الى الشمال لفترة وجيزة قبل ان يعود الاثنان مرة اخرى الى الجانب الكوري الجنوبي من الحدود اننا اليوم عند خط بداية حيث يسطر تاريخ جديد من السلام والرخاء والعلاقات بين الكوريتين وقبل ايام من القمة اعلن كيم تعليق التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى وتفكيك احد مواقعها كمحاولة لتجنب اخفاق القمة على نحو ما حدث في عامي الفين والفين وسبعة هذا وتوالت ردود الافعال الدولية حول القمة الكورية التاريخية حيث اعربت واشنطن عن املها في ان تحقق المحادثات بين الكوريتين تقدما نحو مستقبل من السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية الصين من جانبها اشادت بالقمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جون اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جي ان وحيت شجاعتهما معتبرة ان المصافحة بينهما عند الخط العسكري الفاصل بين البلدين تشكل لحظة تاريخية كما اشاد الكرملين الروسي بالقمة والمحادثات بين الزعيمين معتبرا انها اخبار ايجابية جدا بدورها رحبت اليابان بالقمة التاريخية بين الكوريتين حيث دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي بيونج يانج الى القيام باعمال ملموسة فيما يتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وغيرها من المسائل طالبت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان اسرائيل بوضع حد لاستخدامها القوة المفرطة في قطاع غزة وتأتي هذه المطالبات في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الاسبوعية للاسبوع الخامس تواليا على الحدود بين غزة واسرائيل وتهدف لكسر حصان القطاع المستمر منذ عشر سنوات واضافت المفوضية ان اسرائيل لم تصغي لتحذيرات الامم المتحدة بشأن استخدامها للقوة المميتة ضد المتظاهرين الفلسطينيين مرات عديدة هذا واستشهد ثلاثة فلسطينيين واصيب عشرات آخرون بجروح وحالات اختناق جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي وشهدت الجمعة الخامسة من مسيرات العودة مظاهرات حاشدة واشتباكات قرب السياج الفاصل للقطاع المحاصر ما ينذر بارتفاع عدد الشهداء الذي تجاوز الاربعين وفق احصائية رسمية منذ الثلاثين من مارس يخوض الفلسطينيون في غزة فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي وصلت لجمعتها الخامسة على التوالي والتي حملت اسم جمعة الشباب الثائر بحراك الشعب الفلسطيني الذي انطلق هذه المرة بوسائل سلمية مختلفة في انتفاضة العودة ليرسم صفحة من التاريخ المشرق لإرادة الشعب الفلسطيني الذي أتي عليها ليسمع صوته لكل العالم بأنه يقف وراء حقه في العودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها في العام 1948 وأقام شبان فلسطينيون سواتر ترابية على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة لحماية المواطنين من رصاص الاحتلال الذي أطلق بكثافة مع الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة العشرات اليوم لاحظنا نشاط كبير من الشباب ونحن نشجع هؤلاء الشباب والأخذ بأيديهم على مواجهة الاحتلال الغاصب رغم اطلاق النار والغاز والغاز الأخضر وإيش ما بيعملوا فينا اليهود إن شاء الله بإذن الله إحنا جايين وأنا أولاد دايما الصوبين وجوه إن شاء الله بأمر الله حتى نرجع إلى أراضينا وفي غضون ذلك جمع الشبان الفلسطينيون أيضا العجلات المطاطية وقاموا بإشعالها على الحدود الشرقية للقطاع وتمكنوا من قص السياج الشائكي شرقي مخيم جباليا شمال غزة وواصلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استعداداتها على الحدود الشرقية للقطاع تحسبا للاعتداءات الإسرائيلية بحق المتظاهرين اليوم يوم صعب لا زالت الحالات بالعشرات تأتين اتباعا إصابات ما بين متوسطة لا خطيرة طبعا عدد من الشهداء وصل إصابات مباشرة بالرأس يشار إلى أنه سيتم تقديم الخيام لمسافة خمسين مترا على طول الحدود وستكون أقرب لشارع جكر القريب من السلك الفاصل استعدادا للمسيرة الكبرى يوم الخامس عشر من مايو المقبل جمعة الشباب الثائر تأتي تقديرا لجهود الشباب الفلسطيني الذي كرس كل طاقاته وعزيمته لخوض مسيرات العودة الكبرى في ساحاتها وما يدينها رافضين كل المؤامرات والمحاولات التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية منحل ستلفزيون سلطنة عمان غزة فلسطين في سوريا لقي سبعة عشر مدنيا على الأقل بينهم سبعة أطفال مصرعهم جراء غارات وقصف مدفعي شنته القوات السورية على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي يسيطر تنظيم داعش على جزء منه وفق ما فاد المرصد السوري وتدور معارك وعنيف بين الطرفين منذ تسعة أيام تترافق مع غارات كثيفة وقصف مدفعي يطال مناطق في المخيم والمناطق المحيطة أسفرت عن مقتل أربعة وسبعين من الجيش السوري وتسعة وخمسين من عناصر داعش بحسب المرصد وإلى القمة الكورية وطغط على هذه القمة اللقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في البيت الأبيض حيث وشاد الجانبان بالقمة الكورية وأكد الرئيس ترامب أن المباحثات بشأن شبه الجزيرة الكورية المنقسمة لم تصل أبدا إلى هذا الحد وتناقش المستشارة الألمانية ميركل مع الرئيس ترامب ملفات متعلقة بالتجارة العالمية وعديد القضايا الأمنية في مقدمتها الاتفاق النووي مع إيران والذي تؤمن ألمانيا بضرورة استمراره كما هو إضافة إلى استثناء دول الاتحاد الأوروبي من التعريفة الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على واردات أمريكا من الألمنيوم والصلب والتي توشك على الانتهاء استهل وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو أول مهمه الخارجية بزيارة حلف شمال الأطلسي ووصل بومبيو إلى مقر حلف الناتو في بروكسل حيث سيلتقي وزراء خارجية دول الناتو للإعداد لقمة زعماء الدول المقررة في يوليو المقبل كما سيعمل المسؤول الأمريكي على ضمان بقاء موقف حلف الناتو موحدا بعدم التعامل مع روسيا وأحث الدول العضاء على الوفاء بالتزاماتهم بإنفاق 2% من إجمال ناتجهم المحلي على الدفاع بحلول عام 2024 انطلقت في العاصمة التونسية الدورة التاسعة عشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة التي شاركت السلطنة في حفل الافتتاح حملت شعار نصرة للقدس العربية حدث انتظره الإعلاميون والمثقفون في الوطن العربي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي تشهد مدينة الثقافة في العاصمة التونسية انطلاق دورته التاسعة عشرة تحت إشراف اتحاد إذاعة الدول العربية ويحضره وزراء ومسؤولون عن الإعلام والثقافة العرب من خلاله نتطرح قضايا الإعلام والاتصال في تونس هذا مهم جدا نتطرح كذلك قضايا الصناعات الإبداعية والمرئية والسمعية وجدوها اليوم في عالم معاولم وعالم افتراضي وعالم يعني هو في حقيقة يعني يفرض اليوم صبل جديدة للتكنولوجيا الحادثة ولهذا مهم بالنسبة لنا أن يكون هذا التواصل من موقع التموقع الذي ربما يعني نريده لعالمنا العربي في هذا المشهد العالمي المعولم كغيرها من المناسبات الثقافية والإعلامية العربية فإن مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس يشهد حضورا عمانيا لافتا ومميزا ومشاركة قوية في مختلف المسابقات التي تضمنها المهرجان هو دائما طبعا المشاركة العمانية تأتي ضمن المشاركة العربية لتقريب من أواصر الدول ومتابعة آخر الأحداث سواء التقنية أو على مستوى البرامج ومستوى كذلك التقنيات الموجودة خلال طبعا بحكم أن المهرجان هذا يعني تتبع له كثير من الأحداث والتغطيات الموجودة في المهرجان وخصوصا هذه الدورة جاءت انطلاقا من نصرة القدس العربية تبادل وجهات النظر هناك لقاءات أيضا جانبية كلها تصب لمصلحة الإعلام العربي إن شاء الله لمستقبل الإعلام العربي المشرق أيضا هناك مسابقة في المجال السمعي والمرئي أنا أتوقع أيضا هذه المسابقة تضيف إضافة جميلة للمبدعين في الإذاعة والتلفزيون حفل الإفتتاح مثل مناسبة للتعارف بين الوفود وتكريم ثلة من المبدعين في إطار احتفالي بهيج لا يخلو من إمتاع وتقدير وعرفان لأهل الثقافة والإعلام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مناسبة إعلامية وثقافية عربية لتبادل الخبرات والتجارب فضلا عن التعارف والتنافس وأجمل ما في هذه الدورة أنها حملت اسم دورة القدس عاصمة لفلسطين لتلفزيون سلطنة عمان من العاصمة التونسية عبد الرزاق بن علي النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وتتابعون بعد الفاصل ختام ملتقى حافظات القرآن الكريم الأول بمحافظة ظفار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو عايز يعمله أعبك أنكم فاكرين نفسكم أذكار وفاكرين أن القوة في الفلوس والغنى وبس ونسيتم في عقل ودماغ هم اللي بيعملوا الفلوس السلطنة تعرب عن ترحيبها من عقاد الاجتماع بين جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرئيسان الكوريان يؤكدان في بيان المشترك كالالتزام بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية ثلاثة شهداء وعشرات المصابين الفلسطينيين في الجمعة الخامسة من مسيرات العودة بقطاع غزة احتفل بولاية رخيوت في محافظة ظفار بتكريم المجيدين في مدارس مكتب الاشراف التربوي بالولاية للعام الدراسي 2017-2018 اجتمل الحفل على تقديم فقرات متنوعة من طلبة وطالبات المدارس مع الاحتفال معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في ليلة تربوية اقيم الحفل السنوي الرابع عشر لتكريم المجيدين بمدارس مكتب الاشراف التربوي برخيوت للعام الدراسي 2017-2018 الحفل الذي جاء لتحفيز الطلبة لمواصلة مشوارهم التعليمي بكل جد وعطاء وتحقيق نتائج إيجابية تساهم في النهوض بالحقل التربوي والتعليمي نحو غد مشرق اللوحات الفنية التي قدمت في الحفل كانت ترجمة لهذا الفرح والاحتفاء بالطلبة وإظهار مواهبهم المتنوعة ترجمة نانسي قنقر هذا الحفل هو تحفيز أبناءنا الطلبة والطالبات نحو الاهتمام بالمستوى التحصيلي والوصول إلى أفضل المستويات وإن هذا الحفل أصبح من الاحتفالات التي يحلم بها كل طالب ووصول الطالب إلى مصرح التفوق في مدرسة إيجدوروت يعتبر هاجس أساسي لدى أبناء طلام دارس المكتب في الختام قام راعي المناسبة بتكريم الداعمين والمعلمين والطلبة المجيدين من مختلف المدارس التابعة للمكتب وسط أجواء الفرحة بهذا الإنجاز والتفوق وكأنهم يقولون سنكمل المسيرة لبذل المزيد من الإجتهاد لخدمة عمان وقائدها المفذة أنا الطالب أحمد عيسى عكعك من مدرسة رخيوت الصف الثامن أشكر المكتب الإشراف على التكريم والمعلمين أحمد طالب اليمامة بنت عيسى محمد العمري صف السابع بمدرسة شابة صعيب للبنات أولا أشكر مكتب الإشراف التربوي برخيوت وأشكر أهلي وأشكر معلماتي ومديرة المدرسة معكم الطالبة هاجر بن تمسلم سالم جماس أنا سعيد بهذا التكريم وندعو الله التوفيق لخدمة هذا الوطن القالي هذا التكريم ياتي لتشجيع بناءنا الطلبة لرفع مستوى التحصيل العلمي لديهم والرقي بمهاراتهم المختلفة من مدرسة أجدروت بولاية رخيوت سالم زعب نوت المهري محافظة ظفار بمشاركة واسعة من ثمانين رائدة عمل ومؤسسات خاصة داعي ما نظمت جمعية رعاية الأطفال المعاقين المعرض التضامنية الخيرية الثاني والذي خصص ريعه لصالح الجمعية وما يتبعها من مراكز التاهيل وتدريب لذوي الإعاقة شهود وطاقات تم تسخيرها لخدمة القيم الإنسانية النبيلة ولصالح الأطفال المعوقين بمختلف فئاتهم وحالاتهم لتوفير بيئة مساعدة لتدريبهم وتأهيلهم من ريع هذا المعرض التضامني الثاني والذي نظمته جمعية رعاية الأطفال المعوقين بتنظيم من صاحبة السمو السيدة حجيجة بن جيفر آل سعيد معرض التضامن الثاني هو معرض خيري ينظمه جمعية رعاية الأطفال المعوقين ما شاء الله فيه تاجرات فوق الخمسين تاجرات عمانية قاعدين مشاركين معنا في هذه المعرض هذه المعرض فيها كل مستلزمات رمضان والعيد والأهداف من هذه المعرض أن نحن نحل بعض مشاكلنا المادية التي تواجهها الجمعية وكما أننا بنعرف في المجتمع بدور جمعية رعاية الأطفال المعوقين سعاد بحضوري في المعرض الخيري وكل شيء كان حلو والأزياء وكل شيء وإن شاء الله ربي يوفقهم وإحنا ساعدنا كثير كزوجة سفراء أننا نشارك وندعم الجمعية وإن شاء الله ربي يوفقهم هذه أول مشاركة لنا وماشاء الله فيه إخبال وطبعا هذا شيء وايد زين أننا نشارك فيه لأنه شيء إنساني في نفس الوقت وفي نفس الوقت شيء في يدنا وما قصرت صاحبة السمو وخلتنا نشارك فهذه مشاركة وايد حلوة صراحة تنظيم ممتاز الأقبال ممتاز شاركت بالمعرض ثمانون رائدة عمل متخصصة بمختلف المجالات والمنتجات في قاعة انضمت العديد من الخيارات المتاحة أمام زوار المعرض جمعية هذه اللي هي لجمعية المعوقين ونحاول نساندها بأي طريقة وطبعا مساندة أيضا لنا احنا كتاجرات عمانيات مبددئات هذه طبعا ثاني مشاركة مع جمعية العاية الأطفال دول إعاقة كون هذه أولا خدمة مجتمعية ونحن نحاول نساهم له جزء بسيط أو يسير ونقدم جزء لهذه الفئة بالنسبة لكمبينسكي فخورين جدا أنه فيه تعاون بينهم وبين الجمعيات الخيرية وأتمنى كل هي القطاعات السياحية إنها تحذو حذوهم هذه المعارض والتي يتم تنظيمها من أجل ذوي الإعاقة هي جزء لا يتجزأ من مشاركة القطاع الأهلي في السلطنة ويتواصل هذا المعرض حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري وإلى محافظة شمال الشرقية حيث افتتح في نيابة سناو بولاية المضيبي معرض منتجات المرأة الريفية والذي تنظمه المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالمحافظة ممثلة بدائرة الترمية الزراعية بسناو واجتمل المعرض على العديد من أعمال ومنتجات المرأة الريفية التي تنوعت بين منتجات التصنيع الغذائي من المنتجات الزراعية وصناعة الألبان والأجبان المحلية والمخللات وعسل النحل وتصنيع التمور والدبس وغيرها من المنتجات التقليدية التي تشتهر بها المائدة العمانية وبعض المشغولات التراثية بالإضافة إلى معروضات أخرى من البيئة المحلية والآن إلى أحمد بن راشد الهناء ومجموعة من الأخبار الاقتصادية أهلا بكم مشاهدين أكثر من ثلاثة آلاف وتسعمائة قرية في جميع محافظات السلطنة شملها مشروع المسح الفني الميداني لقياس جودة الاتصالات جاء ذلك في مشروع فني ميداني أجرته هيئة تنظيم الاتصالات في كافة ولايات ومحافظات السلطنة أكثر من ثلاثة آلاف وتسعمائة قرية في جميع محافظات السلطنة شملها مشروع المسح الفني الميداني لقياس تغطية وجودة خدمات الاتصالات المتنقلة والتي نفذتها هيئة تنظيم الاتصالات لقياس مستوى الإشارة للجيل الثاني والثالث والرابع في الشركات المتنقلة وسرعة البيانات وعدد الاتصالات المنقطعة المشروع استغرق أكثر من ستة أشهر نأمل أن يكون النتائق المستوحاف من هذا المشروع تشكل اللبنة الرئيسية لتطوير قطاع الاتصالات والمشاريع تطوير قطاع الاتصالات من قبل الحكومة وشركات الاتصالات على حد سواء يتي هذا المشروع بهدف إيجاد قاعدة بيانات محدثة ومعتمدة لديها عن مستوى التغطية المتوفرة ومستوى جودة الخدمة في الولايات والمحافظات بناء على واقع الزيارات الميدانية كما أن هذه البيانات ستكون بمثابة مرجع للعمل على توسعة شبكات الاتصالات سواء بحسب الخطط الحالية أو المستقبلية هذه السنة لدينا ثلاث مشاريع أن أرضها للجمهور العام ومن أهمها مشروع المسح الميداني للتغطية وجودة الخدمة وذلك إيمانا منها بأهمية دور الهيئة في تطوير قطاع الاتصالات هيئة تنظيم الاتصالات دشنت الخريطة التفاعلية التي جاءت بالتزامن مع انتهاء المشروع فيما أكد عدد من زوار جناح معرض كومكس على أن الخريطة تساعدهم على اختيار شركة الاتصال المناسبة لمناطقهم سعود بن سعيد المعولي ما الذي يحافظ على أساسات منزلك ويزيد عمره الافتراضي لسنوات عديدة ما الذي يحقق أحلامك ويبني مستقبلك ما الذي تفق به لحماية عالمك مدى الحياة هناك اسم واحد في عمان هو الذي يوفر للمباني القوة والمرونة والثقة في تحمولها للهزات الأرضية وأنت أيضا يمكنك أن تجعله أساسا لبناء منزلك حديد بانتر من جندال شديد حديد ذو جودة عالمية حديد بانتر الاسم الذي يعني ثقة مدى الحياة ارتفع سعر نفط عمان اليوم 49 سنة ليبلغ 71 دولارا و 17 سنة تسليم شهر يونيو القادم تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر مايو للمقبل بلغ 63 دولارا 31 سنة للبرميل مرتفعا بمقدار 30 سنة مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الجاري عالميا انخفضت السعار النفط اليوم لكن خام برينت احتفظ بجزء كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برينت 27 سنة إلى 74 دولارا و 47 سنة للبرميل ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنة إلى 68 دولارا للبرميل من جهة أخرى قالت وسائل إعلامية إن وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك يعتزمون الاجتماع في فيينا في الثالث والعشرين من يونيو المقبل بعد يوم واحد من محادثات يجريها وزراء المنظمة فقط ومن المؤمل أن يناقش العضاء اتفاق خفض إنتاج النفط بين أوبيك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا وإلى المعدن الأصفر حيث استقر تسعار الذهب القربي من أدنى مستوى في خمسة يسابيع متجهة إلى التراجع بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع تحت ضغط قوة الدولار واستقر الذهب في التعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1316 دولارا و 34 سنة للأوقية وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة واحدا من 10 بالمئة إلى 1317 دولارا و 20 سنة للأوقية بهذا مشاهدين نصل إلى ختام النشر الاقتصادية شكرا لحسن المتابع تعمل شرطة عمان السلطانية على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية في مطار مسقط الدولي وتؤدي الشرطة النسائية دورا مهما في هذا الجانب من خلال المهام المسندة إليها والمتعلقة بإجراءات السفر مثل مطار مسقط الدولي نقلة نوعية وكبتها جهود حثيثة للشرطة النسائية بالعمل الدؤوب وبالتهيل على أحدث التقنيات الحديثة يدعمها في ذلك فريق الجاهزية بإدارة أمن المطارات دورنا تمثل في رصد الملاحظات الأمنية وتحسينها في المطار الجديد كذلك قمنا باستحداث خطط للطوارئ ودليل المهام والإقراءات القياسية التشغيلية في المطار الجديد كذلك قمنا باستهداف تدريب الضباط والأفراد وكذلك العنصر النسائي لتعريفهم بأماكن العمل وكذلك إقراءات والآلية العمل في الخفارات بالتعاون مع قسم التدريب قمنا بما يقارب بعمل 45 تقربة تشغيلية فقط للتأكد من مستوى القاهزية لدينا وهذا ساهم كثيرا في الارتقاء والوصول إلى نتائج مرضية وتلقت الشرطة النسائية التدريب في كافة الجوانب الأمنية المتعلقة بأمن المطارات وقد أثبتت قدرتها على تنفيذ كافة المهام المكلة إليها يتطلب التوزيع السليم والدقيقة العنصر النسائي في الأماكن والخفارات الأمنية كدور وطبيعة مأهامهم سواء كان لتفتيش الحقائب المتعلقة بالمسافرين أو التفتيش القسماني للمسافرات طبعا الهدف منها هي محافظة وعلى سلامة وأمن الطيران المدنية الدوري هو المشاركة في لقاء المحاضرات النظرية التي تنفذها الإدارة العامة لأمن المطارات وكذلك التدريب العملي للشرطيات على رأس العمل تدريبهن على كيفية استخدام الأشعة السينية يوجد لدينا أجهزة أشعة متطورة تستخدم في تفتيش حقائب وأمتعة المسافرين وكذلك أقواس أمنية وأجهزة يدوية كاشفة للمعادن تستخدم في التفتيش الجسماني للمسافرين وأيضا أجهزة متطورة تستخدم للكشف عن المتفجرات والمخدرات ولدينا أيضا نظام إلكتروني متطور يستخدم لتفتيش عفش المسافرين حيث يمتاز هذا النظام بالدقة والسرعة في تفتيش الحقائب والأمتعة وأيضا نقوم بعداد المحاضرات والعروض التقديمية في الإدارة العامة لأمن المطارات وسعيا من شرطة عمان السلطانية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الأمنية للمسافرين والزوار زودت الإدارة العامة لأمن المطارات بالأجهزة المتطورة بمواصفات عالمية تسهيلا لإجراءات السفر والمسافرين وكان للشرطة النسائية الدور الفاعل في هذا المجال من التسهيلات التي قدمناها المسافرين زيادة عدد المناضد القوازات مما أدى إلى تقليل في الاستحام كذلك زيادة عدد الأواب الإلكترونية مما أدى إلى تسهيل إقراءات المسافر دون حاجة إلى الرجوع إلى المناضد القوازات كذلك منح التأشير الإلكترونية لزائري في السلطنة وتبقى الإنجازات الرائدة تتوالى دعما لمسيرة التنمية والتمييز الحضارية بالسلطنة بالعمل جنبا إلى جنب مع الشرطة عمانة السلطانية للشرطة النسائية الدور فاعل في تنظيم وتسهيل الإجراءات التي تقدمها شرطة عمانة السلطانية في مطار مسقط الدولي مواكبة التطور الذي تشهده البلاد الوكيل زمزم التسليمان الشرقية المطار مسقط الدولي تحول الآن إلى عبد العزيز الوهيبي والأخبار الرياضية شكرا أحمد أهلا بكم لحق نادي صور بالمتأهلين الرستاق ومجيس إلى دور عمانتل بفوزه العريض على بوشر برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة لدور الدرجة الأولى لكرة القدم صور نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول وأضاف هدف رابع في الشوط الثاني من ركلة جزاء ليخطف بطاقة التأهل الأخيرة من نادي السيب الفائز على مجيس بأربعة أهداف لهدفه كما وصل رستاق عروضه الرائعة وسجل انتصارا آخر على بهلة بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلا لدور الدرجة الأولى ويتسلم درع البطولة من النائب الأول لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم محسن المسروري تنطلق الجولة الثامنة عشر من دور عمانتل لكرة القدم يوم غد السبت بإقامة سبع مواجهات أبرزها لقاء المتصدر السويق مع النصر بطل مسابقة كأس جلالة السلطان ولقاء كلاسيكو الكرة العمانية بين فنجا وظفار تنطلق غدا مواجهات الجولة الثامنة عشر من دور عمانتل بطموحات عالية وغايات مختلفة البعض يبحث عن توقين جا والبعض الآخر ينظر للقمة بعين وينظر لمنافسة غد بعين أخرى الجولة تنطلق بإقامة جميع المباريات السبع حيث يبرز لقاء متصدر الدوري نادي السويق مع بطل الكأس نادي النصر على المجمع الرياضي بصلالة أصفر الباطن يبحث خطوة أخرى إضافية نحو لقب الدوري وتوسيع الفارق حتى وإن كان منافسه هو نادي النصر الذي يعيش أفضل فتراته مع مدربه المصري حمز الجمل وفي كلاسيك الكرة العمانية يلتق الجريح نادي ظفار القابع في المركز قبل الأخير مع مستضيفه فنجا سادس الترتيب وعلى المجمع الشبابي بصحار يستقبل صحم نادي مرباط في مباراة يبحث فيها الفريقان الهروب من أسفل الترتيب وعلى الملعب ذاته يلتقي الأخضران نادي صحار متذير الترتيب مع ضيفه العروبة صاحب الأداء المتذبذب والنتائج المتباينة وفي لقاء لا يقل أهمية ولا إثارة يستقبل نادي الشباب ثاني الترتيب ضيفه النهضة المنتشي الشباب يسعى إلى تصحيح المسار وإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات بعد خسارة مباراة القمة أمام السويق في الجولة الماضية ومصالحة جماهيره وانتظار تعثر المتصدر في قادم الجولات ويستضيف المضيب على استاد السيب الرياضي ضيفه نادي مسقط ويرحل السلام ثامن الترتيب إلى العاصمة لمواجهة نادي عمان وكل منهما يبحث عن فوز للتقدم خطوة إلى الأمام والتدارك قبل فواتي الأوان تأهل النصر وأهل السداب إلى نهاية دور عام السلطان للهوكي بعد فوزهما على صلالة والسيب في نصف نهاية المسابقة حيث تمكن النصر من الفوز بصعوبة على صلالة بثلاثة أهداف مقابل أهدفين بينما تغلب أهل السداب على السيب بخمسة أهداف لهدفين ليصعد الفريقان إلى المباراة النهائية التي تقام غدا على ملعب التراتان بمجمع سلطان قابوسا الرياضي ببوشر فيما سيلعب الخاسران صلالة والسيب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع توجى نادي الدحيل بلقب كأس قطر بعدما قلب الطاولة على السد وفاز عليه في المباراة النهائية بهدفين لهدف تقدم السد بالهدف الأول بواسطة اللاعب حسن الهدوس في الدقيقة الثامنة عشرة وانتظر الدحيل حتى الدقيقة الثامنة والسبعين يدرك التعاضل بهدف إسماعيل محمد وفي الرمق الأخير من عمر المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للدحيل سجل منها المهاجم يوسف العربي هدف الانتصار مضيفا لفريقه الدحيل لقب كأس قطر إلى لقب الدوري ويتوج بالثنائية أعلن أندريس إنستا قائد برشلونة الإسبانية اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي أنه سيترك نادي الكاتالوني في نهاية الموسم الحالي وقال إنستا أن هذا الموسم هو آخر موسم له مع برشلونة مؤكدا أن قراره أتى بعد تفكير عميق وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن إنستا سينتقل إلى نادي تشونكينغ داندي الصيني الموسم المقبل وأنضى إنستا صاحب 33 عاما كامل مسيرته في صفوف برشلونة هو وزميله الأرجنتيني ليوني الميسي ويملكان أكبر حصيلة من الألقاب على مدار تاريخ النادي برصيد 31 لقبا لكل منهما وربما يرتفع الرقم إلى 32 لقبا إذا حسم برشلونة لقب الدوري كما هو متوقع الأحد المقبل عندما يواجه دي بورتيفو لكورونيا ختام جولتنا الرياضية شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة وعودة إلى أهم اختتم بمجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار ملتقى حافظات القرآن الأول والذي تنظمه المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار ويأتي هذا الملتقى حرصا من المديرية إلى زيادة أعداد الحافظين للقرآن الكريم إن الاجتغال بالقرآن من أفضل العبادات وأن خير القلوب قلب واع للقرآن الكريم وخير الألسنة لسان يتلوه وانطلاقا من هذه المبادئ اختتم بمجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار ملتقى ظفار الأول لحافظات القرآن والذي أتى تحت إشراف المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار ما في شك حفظة القرآن الكريم والقرآن الكريم هو ديننا وهو منهجنا فأتوقه بالشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على هذه المحاضرة الطيبة على هذه الندوة الطيبة وكذلك مهرقان صلى الله عليه السياحي إن شاء الله سيقوم بذلك ما في شك عمان هي بلد الحضارات وبلد الأديان هذا الملتقى هو الملتقى الأول والذي سمي بملتقى ظفار الأول لحافظات القرآن الكريم حيث تخلل هذا الملتقى مجموعة من الفعاليات والبرامج التي من شأنها تثبيت حفظ القرآن الكريم لدى طالبات مدارس القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حيث أن هذا الملتقى والله الحمد استهدف ما يزيد عن مئة حافظة لكتاب الله تعالى بلغ عدد المشاركات في الملتقى الأول مئة وستة من معلمات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية موزعة على مختلف ولايات المحافظة الملتقى تواصل على مدار يومين ليتضمن محاضرة حول النجاح وصناعة الأهداف وأخرى حول الإجازة القرآنية بالإضافة إلى محاضرة حول العوامل المساعدة في الحفظ تضمن حفل الختام عرض مرئي عن قسم مدارس القرآن الكريم وآخر عن منهج القلاع السبع ولوحة القاعدة النورانية ختاما تم تكريم المجيدات والمراكز المتقدمة في الملتقى الحافظات للكتاب الكريم الطريق المستقيم النور هناك وإشراقة ضياؤها مصباح هذه حفظت لأنها تريد أن تكون مع السفرة الكرام البررة وأخرى حفظت لأنها تدرك تقديم هذه النعمة على خلق الإنسان فضائل كثيرة لحاملية القرآن بين أيديهم كيف إذا حمل في القلب محمد بن سعدون بيت سعيد من مجمع سلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار وفي ختام نشرة العاشرة هذا تذكير بأبرز العناوين السلطنة تعرب عن ترحيبها بنعقاد الاجتماع بين جمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرئيسان الكوريان يؤكدان في بيان مشترك الالتزام بنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية ثلاثة شهداء وعشرات المصابين الفلسطينيين في الجمعة الخامسة من مسيرات العودة بقطاع غزة شكرا لكم على طيب المتابعة هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار وإلى لقاء أسعد الله وقاتكم مشاهديا كرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الجوية أجواء السلطنة حسب آخر صور الجوية تبدو الأجواء المستقرة وخالية من السحب بعد بعض السحب المتفرقة التي تكون حاضرة على سلساتي جبال الحجر مع استمرار فوصة لانتشار وتدفق لبعض السحب العالية على محافظات مسندم تفصيل الأجواء للنهار القادم مشاهدينا الكرام بداية مع حركة الرياح ومن الساحل الجنوبية الشرقي للبلاد حيث تبدو الرياح جنوبية غربية على الساحل مع تدلاء إلى نشطات السرعة بحدود 10 إلى 25 عقدة البحر بالتالي متوسط الموج أقصر تفعل له مترين والرطوبة النسبية تتراوح ما بين 60 إلى 85% الرياح متغيرة تلتجاه على محافظة مسندم خفيفة السرعة بحدود 5 عقد بالتالي البحر هذه الموج أقصر تفعل له متر وربع المتر والرطوبة النسبية تصل إلى 55 عقدة شمالية شرقية على سواحل السطن طل على بحر عمان خفيفة السرعة بحدود 10 عقد بالتالي البحر هذه الموج أقصر تفعل له متر وربع المتر والرطوبة النسبية تصل إلى 60% تفصيل أجواء للنهار القادم بداية من العاصمة حيث تبدو الأجواء مستقرة خالية من السحب ودرجات الحرارة عند مطلع الأربعين تبقى درجات الحرارة عند مطلع الأربعين على محافظة جنوب الباطن مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب بينها تبقى الأجواء مستقرة خالية من السحب على شمال الباطن في صحار وفي محافظة مستندم في خصب أيضا والعظمى 41 درجة مئوية تشكل بعض السحب على شمال الشرقية في إبرا ودرجات الحرارة عند مطلع الأربعين كذا كالحال على محافظة الداخلية في نزوة بعض السحب الماطرة تكون حاضرة على جبل شمس ودرجات الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية تبقى درجات الحرارة عند مطلع الأربعين على محافظة الظاهرة ومحافظة لبريمي مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب على صلالة بعض السحب تكون حاضر النهار القادم والعظمى 33 درجة مئوية بينما تبقى الأجواء مستقرة خالية من السحب على ثمريت ودرجات الحرارة عند نهاية الثلاثين عند مطلع الأربعين على هيما ضمن أجواء صافية ومستقرة خالية من السحب إلى مناطق جنوب الشرقية وبعض السحب تكون حاضرة على جزيرة مصيرة والعظمى 33 درجة مئوية وصولا إلى الأشخرة ودرجات الحرارة تبقى عند نهاية الثلاثين وعندما اطلع الأربعين على ولاية صور ضمن أجواء صافية مستقرة خالية من السحب أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة